سفر التكوين بيبدأ بخلق السموات والأرض مرورا بسيدنا آدم وتجربة سيدنا آدم بعد كده في قصة سيدنا نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأصباط وبينتهي بسيدنا يوسف لما بنبحث في هذه الأصفار بنجد أن في كثير من الأحيان عند الإشارة إلى الكلام عن الله عز وجل بتجد أن الكتاب بيصف الله عز وجل بصفات قبيحة جدا يعني أن الله عز وجل مثلا خلق السموات والأرض في ستة أيام وبعدين استرح في اليوم السابع وأمور خاصة بالكلام عن أن الله عز وجل خلق آدم وحواء وبعدين قال لهم ما تكلوش من شجرة الخير والشر والشيطان قال لهم لا أنتوا هتبقوا كالله عارفين الخير والشر وبعدين ربنا يحط ملاك حارس على شجرة الحياة يعني السيناريو كده في الكلام عن الله وماذا يحدث بين الله والأنبياء وكمان كلام الأنبياء مع الله أسلوب سيء جدا 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 تجد الكتاب أسماء وصفات وأفعال الله فيها إساءة لله عز وجل اختيار الله لأنبياء وقصص الأنبياء موسيئة جدا جدا للأنبياء تجد أن حتى كلام الأنبياء مع الله في إلت أدب وده أمر غريب جدا جدا لما تجد مثلا في سفر الخروج وقصة اختيار الله لموسى تجد أن سيدنا موسى بحسب العهد القديم بحسب سفر الخروج بيتكلم مع الله عز وجل بأسلوب فض وسيء جدا جدا لا يعقل أن سيدنا موسى كان نبي الله عز وجل اصطفاه واختاره يتكلم مع الله عز وجل بهذه الطريقة وبعدين سيدنا موسى في سفر الخروج بالصفر بيحكي إن سيدنا موسى راح لفرعون وبعدين فرعون ما أمنش فيقوم سيدنا موسى راجع لربنا فيما معناه يقول له شفت قديني روحته محدش أمنت وقرت لهم المعجزات اللي انت قدتها لي ومحدش آمن فيقوم ربنا يقوم قايل فيما معناه طب شوف بقى يا موسى أنا هعمل إيه يعني كلام كده غريب كأن سيدنا موسى بيبكت الله إن انت عطت لي معجزات وعملت اللي انت عايزه وفي الآخر ما أمنوهش أعمل لكي يعني يا ربي بعد كده الله مستعن في المسائل دي بتبقى في غيتي الأهمية لما تأتي بشكل مقارن بتبين أفضلية العقيدة الإسلامية على العقيدة المسيحية ولازم ناخد بالنا إن العهد القديم بالنسبة للمسيحيين كلام الله أو موحى به من الله على أقل تقدير